أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن المباحثات مع نظيره الأذري تؤكد تطلع البلدين لاستمرار العمل الثنائي على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات والتنصيق السياسي بشأن القاضية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أضف الرئيس سيسي أن المباحثات شهدت الاتفاق على أهمية دورية عقاد جوالات المشاورات السياسية بين البلدين إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس تؤكد تطلعنا لاستمرار العمل معا على تعزيز العلاقات الصينية بين بلدين في مختلف المجالات والتنصيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن دفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة لكليهما لا سيما في قطاعات الإنشاءات والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغزائية والدوائية والنفط والغاز كما اتفقنا خلال مباحثتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية نقاط جولات المشاورات السياسية بين البلدين وكذا تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة لللجنة المشتركة المصرية الأزربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني اشتركوا في القناة